اشتركوا في القناة اكبر عن قلق المنظمة الدولية من دخول أطراف جديدة في القتال مسمياً حزب الله الشيعي اللبناني ومواجهاً انتقادات صريحة لعملية تسليح طرفي الصراع الأسلحة لا تنقص الطرفين وتزويدهما بالأسلحة ليس عنصراً مساعداً لا يوجد حل عسكري لهذه القضية أعتقد بأن الحل السياسي وحده يمكن أن يحل المشكلة بشكل دائم بديل فشل مؤتمر جونير 2 سيكون مزيداً من التصايد الخيارات كلها مطروحة في البيت الأبيض الذي لم يستبعد فكرة إقامة منطقة حضر جوي فوق سوريا بالنسبة لواشنطن المسائل الخلافية التي تعوق انطلاقة المؤتمر لا تزال حتى اللحظة دون حل إلى جانب الدول التي يحتمل مشاركتها تبقى هناك أسئلة وقضايا مطروحة من نوع هل سيشاركون ومن الذي سيشارك وما هو الإطار الزمني وفيما كانت الدول الكبرى تعطي إشارات متزايدة تعبر عن خلاف عميق بالرؤية تجاه طبيعة المؤتمر الموعود كان طرفاء الصراع في سوريا يعلنان مواقف متناقضة وليد المعلم وزير الخارجية السوري قال في مقابلة تلفزيونية إن الحكومة ستتوجه إلى مباحثات جناف دون أي شروط مسبقة لكن أي اتفاق بين النظام والمعارضة يجب أن يخضع إلى استفتاء شعبي المعلم قال أيضا أن الرئيس بشار الأسد باق في منصبه لحين موعد الانتخابات المقبلة بمزمع إجراؤها عام 2014 بل إنه قد يترشح لولاية ثالثة موقف سارع لإتلاف الوطني السوري والمعارض المجتمع في اسطنبول مولمو أيام دون التوصل إلى قرار نهائي فيما يخص مشاركة بمؤتمر جونيف 2 من عدمها إلى الرد عليه بشكل غير مباشر عبر شروط مضادة في مقدمتها ضرورة أن يراعي أي حل سياسي للأزمة اعتبار الرئيس السوري والقيادة الأمنية والعسكرية خارج العملية السياسية وائل الحجار بي بي سي